موسيقى أصيب العشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق والرصاص الحي والمطاطي بعد قمع قوات الاحتلال لمسيرات غاضبة جابت المدن الفلسطينية رفضا واستنكارا لقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي أعلن فيه القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال التعبير عن رفضنا لهزيمة الوعي التي يريدها هذا الاحتلال والإدارة الأمريكية عبر قرارهم بمحاولة فرض أمر واقع على موضوع القدس اليوم الشعب فلسطيني يقول لن يمر هذا الموضوع ولا يمكن هزيمتنا بالوعي ولا يمكن هذا القرار أنه غير قنعتنا بأرضنا أو قنعتنا بالقدس عاصمة فلسطينية لنا وباعتقاد هذا التجمع أيضا رسالة فلسطينية داخلية القدس ليس موضوعا للسجال أو المناكفة القدس موضوع استراتيجي للشعب الفلسطيني بأكمله والمطلوب من القيادة الفلسطينية والتنظيمات الفلسطينية وضع كل الإمكانيات في سبيل هذا الهدف بعيدا عن المناكفة وبعيدا عن السجال وباعتقادي الرد الأمثل هو الوحدة الوطنية وضع برنامج يضمن طول النفس بعيدا عن إطار ردات الفعل وتعبيرا عن رفض الشارع الفلسطيني لهذا القرار قام نشطاء فلسطينيون برسم إشارة على صورة الرئيس الأمريكي على جدار الضم والتوسع المقام على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم ترمز لرفضهم للقرار ووجوب سقود دونالد ترامب وتراجعه عن قراره جئنا لنعبر عن رفضنا لهذا القرار الأخرق الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال قرار نقل السفارة إلى القدس المحتلة والاعتراف بها عاصمة لدولة إسرائيل اليوم أيضا جئنا لنقول لأبناء شعبنا الفلسطيني لنقول أكثر وحدة لنلتف حول الأقصى قضيتنا المركزية والأساسية واليوم أيضا هناك رسالة لقيادتنا الفلسطينية وممثلة بالأخ أبو مازن علينا أن نأخذ خطوات أكثر جدية من أجل قطع العلاقات مع الإدارة الأمريكية أولا وأخيرا وأكد النشطاء الفلسطينيون أن قرار الإدارة الأمريكية سيفجر الأوضاع في الشارع الفلسطيني وسيكون بمثابة انطلاق انتفاضة جديدة في الأراضي الفلسطينية يعني اليوم تعقيبا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل هذا القرار الذي جاء بمثابة وعد بالفور آخر اليوم الشعب الفلسطيني ينتفذ مرة أخرى يعبر عن رفضه بكل المقاييس وكل المعايير رفض هذا القرار ويؤكد الشعب الفلسطيني اليوم بخروجه إلى الشارع بمثابة انتفاضة جديدة ليؤكد أن القدس هي القدس عربية وهي عاصمة أبدية لدولة فلسطين وكانت قوات الاحتلال قد شددت من إجراءاتها العسكرية في أنحاء المتفرقة من الضفة الغربية وما يسمى منطقة غلاف غزة اليوم خوفا من الردود الفلسطينية على قرار إعلان ترامب القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال سجاء أبو عكر لشبكة فلسطين الإخبارية بيان آن بيت لحم اشتركوا في القناة